بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين أول خطوة إلى الإيمان يعني إلى زراعة الإيمان في نفوسنا لابد أن نعمل بالمستحبات حتى يعني كما ذكره العلامة السيد محمد كاظم اليزدي في كتابه العرط الوثقة ذكر الكثير من المستحبات يعني مستحبات الركوع مستحبات السجود مستحبات التشهود مستحبات القراءة مستحبات السلام إلى آخره مستحبات كثيرة موجودة فكذلك علينا نحن أن نتقيد بهذه المستحبات وأن نأتي بها حتى ورد يعني في الحديث الشريف قال من علامة المؤمن إطالته في الركوع إطالته في السجود إطالته في الركوع القنوط والركوع والسجود نعم يستحب الإنسان أن يطيل طبعا هذا إذا كان وحده أما إذا كان إمام جماعة لا لازم يلاحظ يعني إمام الجماعة لابد أن يراعي المأمومين فيهم شيبة فيهم كبار السين يمكن ما يتمكن أن يطيل في ركوعه أو قنوطه يتعب يعني فلذلك ورد في الحديث أنه صلوا بأضعفهم يعني هذا لازم الإنسان هم يراعي وبعديا هناك أمور كثيرة حتى يعني إذا أراد إمام الجماعة أن يجب أن يجذب كثير من المصلين حتى يأتمون به أن يخفف في صلاته هذا مهم جدا فلذلك يلزم عليه نحن أن نأتي بالمستحبات مع الأسف نرى البعض ونحن لا نحبد هذا عندما يريد أنه ينتهي من صلاته بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشوفه يقوم زين لا يسوي تعقيبات لا يسوي تسبيحة الزهراء لا يسوي تهليلات لا يسوي استغفار لا يقوم بالأدعية لا يتلو القرآن الكريم يعني بدون تعقيبات وفوق هذا كله يقوم رأسا بعد أن ينتهي من صلاته عند هذه التربة يشيله ويشمرها زين التربة مقدسة أنت شلون تقوم من صلاتك والتربة تلقيها الشكل يعني نوع من الإهانة والاستهانة بالتربة لا التربة لها قداسة لها أكثر من قداسة أولا تربة الحسين تربة مقدسة لأنه ورد في الأحادث حتى في مصادر العامة يذكرون لما نزل جبرائيل وأنا ذاكر في أحد كتبي ذكرت مصادر أهل العامة كتاب الحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وآله لما نزل النبي جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله ويهنئه بولادة الحسين وهو يبكي النبي استغرب قال لها يا جبرائيل تهنئني وتبكي شلون يصير يعني شلون تجمع بين البكاء والتهنئ قال يقتل ولدك الحسين يقتله شرار من أمتك يقتل بأرض كرب وبلاء إذن كربلاء مدينة أرض مقدسة ولذلك أنت عندما يذكرون أسم كربلاء يذكرون كربلاء المقدسة وبعديا القداسة الأخرى لأنها تضمنت جسد الحسين فأصبحت قداسة في قداسة الحسين جسد مقدس والشكل الحسين مقدس كله قداسة قداسة في قداسة ثم أصبحت يعني أرض كربلاء اللي اختلطت بدماء الحسين وبدماء أهل بيته وبدماء أصحابه وأولاده لذلك تكون هذه الأرض لها امتيازات حتى أنها تسبح يعني عندما يقول لك الأفضل الإنسان كما أشار إليه سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشرازي قال بالنسبة إلى التسبيح الإنسان إذا أراد أن يسبح تسبيحة فاطمة الزهراء قال له لا أيهما أفضل التسبيحة باليد أم بالتربة الطينية أم بالتربة أو بالتسبيح البلاستيكية قاله أفضل شيء تسبيح فاطمة الزهراء هو التسبيح بالتربة الحسينية هاي التسبيحة الطينية وبعده إذا ما عنده سبيحة طينية أن يسبح تسبيحة الزهراء بيده إذا ما عنده بي شيء آخر بالتسبيحة مثلا الفلاستيكية فليش لأنه التسبيحة وإن لم تسبح أنت يعني هاي التسبيحة التي بيدك يعني التربة الحسينية وإن لم تسبح فإن التربة الحسينية هي تسبح بذاتها كربلاء هي أرض كربلاء أرض تسبح لله أرض مقدسة لذلك يستحب الإنسان أن يحمل معه التربة الحسينية فإنه أمان يحفظ الإنسان من كل مكروه وبلاء اللطيف ورد حديث قال إذا خفت سلطانا ظالما في الحديث الشريف ورد إذا خفت سلطانا ظالما فعليك بتربة الحسين فإنه أمان من كل خوف لذلك الإنسان دائما أن يحمل معه التربة الحسينية يسمونه التربة كبيرة تربة صغيرة أو السبحة الطينية يجيبها من كربلاء للتبرق يخلي دائما في بيته في جيبه وفي سيارته وفي بيته فإنه أمان ويحفظ الإنسان من كل مكروه ومن كل بلاء فإذا علينا نحن أن نعمل بالمستحبات طبعا يقول أكو قسم يقول أنا ما أقدر والله صعب علي يعني شلون أأتي بالنوافل وأأتي بالمستحبات لا شوف أكو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن للقلوب إقبالا وإدبارا القلوب مرة تقبل يعني مرة شلون تقبل يصير عندك واش تقوم تصلي صلاوات النوافل المستحبات كذا ما الشكل كذلك هنا أن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت يعني ها يعني عندك أرضية تصلي صلاة الليل ما تتعب تقرأ قرآن تسوي تعقيبات يصير واحد عندها هاي الحال يمر عليه يقول فتنفلوا إذا أقبلت يعني إذا فإذا أقبلت يعني القلوب فتنفلوا يعني عليك أن تأتي بالنوافل يعني النوافل الليلية والنوافل النهارية نافلة النهارية مثل نافلة الفجر ركعتين صلي قبل نافلة الفجر صلاة الفجر إثمن ركعات قبل نافلة الظهر ثمانية قبل نافلة مثلا العصر أربع ركعات قبل نافلة بعد صلاة المغرب ركعتين من جلوس نافلة العشاء هذه النوافل جيد الإنسان أن يأتي بها هذا من المهم إذا أقبلت جيد إذا ما تقدر تصلي إثمن ركعات نافلة الظهر صلي ستة صلي أربعة صلي ركعتين يعني ملازمة تصلي ثمانية اللي أنت تقدر عليه شوي شوي يقول فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أتبارت فعليكم بالفريضة لا والله أنماء لخلوقه شوي لو يصلي على عجلة وما يسوي مستحبات يقول إيه نعم أنت عليك بالنوافل فإذا يلزم علينا نحن أن نأتي بالمستحبات يلزم علينا أن نأتي بالتعقبات أن نأتي بالتهليلات أن نأتي بالاستغفار أنت مو محمل بالذنوب يعني استغفر ربك استغفر الله سبحانه وتعالى الاستغفار له الأثر الغيبي الدعاء له الأثر الغيبي في تغيير حياة الإنسان للحصول على الكمالية والجمالية والعلوم والرقيب بل يحصل على المزيد من التوفيقات الإلهية وللحديث فتابعوا معنا وذلك في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة